توصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة اليوم التاسعة والتسعين بعد المائتين على التوالي مخلفة المزيد من الشهداء والجرحة والمفقودين إضافة لتدمير المنازل ومركز الإواء في مختلف أنحاء القطاع وشنت قوات الاحتلال غارات استهدفت منازل في شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع بتزامن مع قصف مدفعي متواصل كما قصفت قوات الاحتلال للمناطق الشمالية والغربية لمدينة رفحة الفلسطينية جنوب القطاع واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون شرق غزة شمال القطاع بينما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات شرق حي الشجعية بمدينة غزة وقصفت مدفعية الاحتلال الشرق المغازي بوسط القطاع غزة هذا وأعلنت السلطة الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى تسعة وثلاثين ألف أربعمائة وخمسة وأربعين شهيدا وواحد وتسعين ألف وثلاثة وسبعين مصابا